حلقة اليوم موجهة لللي بيقلله من قيمة الجيش المصري وانه مش بيصنع سلاحه والحقيقة دي من اكبر المغلطات اللي روج لها الاخوان والاعلام المعادي لمصر مع ان الحقيقة ان الجيش المصري بيصنع اغلب احتياجاته العسكرية خصوصا لقواته البرية وبيصدر كمان ولكن ككل جيوش العالم بيعزز قدراته وامكانياته بقطع نوعية زي المقاتلات المتطورة او القطع البحرية المتميزة فمثلا حاملة الطائرات الفرنسية اللي اشترتها مصر كانت مصنعة بالاساس للجيش الروسي واخد بعض الامثلة على الاسلحة المصرية محلية الصنع الطائرة بدون طيار 30 يونيو وانوت وتحيا مصر المدرعة المجنزرة سيناء ميتين والفرقاطة تحيا مصر من طراز جو ويند والمدرعة ST100 وST500 والمدرعة تمساح وتمساح باص الدبابة الامريكية إبرامز M1A1 بالاضافة لجميع انواع الاسلحة والرشاشات والذخائر بمختلف اعيرتها النهاردة هنتكلم عن واحد من اهم الاسلحة المصرية محلية الصنع واللي مصر بتحتل بيها المركز الرابع عالميا بعد روسيا وكوريا الشمالية والصين متقدمة حتى على الولايات المتحدة الامريكية اللي بتيجي في المركز السادس السلاح ده اللي لمن بيذكر اسمه بتترعب منه اسرائيل ليه اسرائيل بتترعب من السلاح ده؟ وازاي قدرت مصر تتفوق فيه على كل دول العالم وقبل الولايات المتحدة الامريكية؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة ارجع بالزمن لاعظم يوم في تاريخ الامة المصرية المعاصرة 6 اكتوبر 73 واثناء عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس واقتحام خط برليف كانت المدفعية المصرية بتنفذ واحدة من اكبر عمليات التغطية النارية في التاريخ العسكري 2000 مدفع مصري موجهين ناحية اهداف اسرائيلية في سيناء الاحصائيات بتؤكد ان 10500 دانا مدفعية تم اطلاقها على مواقع العدو الاسرائيلي في الدقيقة الاولى من بدء الضربة المدفعية الاولى وده معناه انه تم اطلاق 175 قذيفة في كل ثانية انت متخيل الوضع اغراق صاروخي من الكتاب وما حصلش بالغزارة والدقة والكثافة دي في الحرب العالمية التانية السلاح ده هو راجمات الصواريخ واللي بتمتلك مصر منه 1500 راجمة معظمهم صنع في مصر وهذا العدد ضخم للغاية قادر على القيام باكبر فتح استراتيجي واغراق صاروخي عرفه العالم عشان كده وصفوا بعض المحللين بسلاح يوم القيامة فكتيبة واحدة من هذا السلاح مكونة من 10 وحدات تستطيع اطلاق اكثر من 100 صاروخ في الدقيقة الوحدة وتدمير مساحة 1000 هكتار على مصرح القتال وكل ذلك بدقة توجيه كبيرة ومدة زمنية قليلة يعني جحيم ساقط من السماء ويقدر الخبراء العسكريون قدرة القصف التدميري هذه تساوي تأثير قنبلة نووية تكتيكية كل ده بكتيبة واحدة فقط وانت بتمتلك حوالي 150 كتيبة يعني تقدر تمحي دولة من على الخريطة في دقايق مصر بتتميز بانتاج وامتلاك واحدة من اكبر منظومات الرجم الصاروخي في العالم وهي عائلة صقر واللي بتغطي اغلب الامدية وبتصنع في مصر بالكامل بجانب قواذف اخرى روسية وامريكية وصينية ومؤخرا كوريا جنوبية موقع روسيا اليوم نشر انفو جراف بيكشف فيه ترتيب اكثر الدول المالكة للمدفعية الصاروخية او راجمات الصواريخ في العالم وجاءت مصر في المركز الرابع متفوقة على الولايات المتحدة الامريكية التي احتلت المركز السادس وكانت روسيا في المركز الاول بحوالي 3800 وحدة بينما جاءت كوريا الشمالية في المركز الثاني ب2400 وحدة يليها الصين ب1770 وحدة ثم جاءت مصر في المركز الرابع بحوالي 1500 وحدة تليها ايران ب1474 وحدة ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز السادس ب1331 وحدة بينما غابت اسرائيل عن قائمة الدول العشر الاول لو هنتكلم عن انواع وامكانيات المنظومة المصرية فتأتي في مقدمتها عائلة سقر اللي بتصناها مصر بالكامل سواء العربات الحاملة او منصات الاطلاق او الصواريخ نفسها وبتصدرها مصر العدد كبير من دول العالم زي الجزائر والامارات والبحرين ومصر لديها اسطول كبير جدا منها وتفوقت على جميع المنظومات المماثلة لها عالميا ولها عدة انواع بيصل مدى سواريخها بين 10 كيلو متر حتى 100 كيلو متر وبيصل حجم الرأس المتفجرة ما بين 30 كيلو جرام من المتفجرات حتى 750 كيلو جرام من المتفجرات المضادة للمدرعات المعادية والمشاه والخنادق والحصون والنقاط شديدة التحصين والخنادق ومخازن السلاح والذخير بدقة عالية وقدرة تدميرية لا مثيل لها فبتتميز انظمة سقر بقلة زمن تجهزها من 5 إلى 10 دقايق مع دقة في اصابة الاهداف واحتمال خطأ لا يزيد عن 1% من دائرة الاصابة فالهيئة العربية للتصنيع كشفت عن منظومة نيزك السماء لتوجيه راجمات الصواريخ المصرية وهي منظومة من ابتكار مصري وصناعة مصرية تعمل منظومة نيزك السماء على الترازات المختلفة لعائلة سقر لتعطيها دقة 100% في التوجيه فتعمل كمنظومة توجيه ذكي للرأس الحربي تضاف على صواريخ الراجمات فبتفصل الرأس الحربي عن المحرك الصاروخي وبتوجهها لمصار محدد ينتهي بانفجارها رأسيا على سطح الأرض للوصول للحد الأقصى لتأثير الموجة الانفجارية الخبر الجميل أيضا أن مصر مؤخرا عززت سلاح راجمات الصواريخ المصري بشراء 200 مدفع إضافي من مدفع البرق الكوري الجنوبي الخارج من طراز كيناين ثاندر واللي بيصل مدى الإطلاق إلى 60 كيلو متر المدفع يستطيع إطلاق من 6 إلى 8 قذائف في الدقيقة الوحدة لمدة ساعة كاملة بدون توقف فيما يعرف بنمط الإطلاق النيراني المستمر بالقصين الإغراق الصاروخي والمدفع بيقدر يحمل 48 قذيفة داخل المركبة الحاملة له وبيمكنه إطلاق مجموعة من القذائف المتنوعة ذات المدايات المختلفة سواء القذائف المعززة بمحركات الدفع الصاروخي أو متعددة الأغراض ذات القنابل العنقودية أو ذات خاصية النصف القاعدي أو ذات محركات الدفع الصاروخي لكن الخبر الأجمل منه هو أن الصفقة شملت نقل تكنولوجيا التصنيع يعني ببساطة مصر بموجة بالعقد ده هتقدر تقوم بمهمة التصنيع المحلي للمدفع 100% في مصر وكمان إدخال مواصفات الميدان المصري عليه وبكده يكون عند مصر واحد من أقوى سلاح راجمات الصواريخ في العالم كله حتى قبل بعض الدول العظمى وحيكون من سوق حظ أي عدو أن يضع نفسه أمام هذا الجحيم الساقط من السماء من مختلف أنواع الرؤوس الحربية والصواريخ التقليدية وغير التقليدية دقيقة التوجيه والقادرة على تدمير أي شيء أمامها من مسافات تصل إلى 400 كيلو متر وبدقة عالية تستطيع أن تحول مساحات شاسعة إلى جهنم في دقائق يعني جحيم ساقط من السماء فعلا أصاب من أطلق عليه سلاح يوم القيامة حفظ الله مصر وجعلها كما تستحق أم عظمى بين الأمم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر